رايح حضر معنا السيدة جميلة وهابي مداربة دولية في التربية الواعية مصطلح جديد ربما تعرفوا عليه صباحة اليوم أهلا وسهلا بك أستاذة صباح الخير صباح الخير سيد الكريم أشكركم جدا على هذه الاستضافة نحن نشكرك على الطاقة الإيجابية اللي جبتي هنا صباحة اليوم في القلاطو أكيد رح نحكو على أساليب مبتكرة لمرافقة الأطفال في مسيرة النشأة بداية ما هي التربية الواعية؟ التربية الواعية اختصارا هي مصطلح مكون من كلمتين عندنا تربية وواعية تربية كما نقال هي كل حاجة تربو أو تبنى فهي تربية أما كلمة وعية فهي وعي والوعي هنا من حيث التربية الواعية مقصود به فصل المشاعر وفصل القرارات المتسرعة عن القرار الرئيسي اللي ممكن نخذه في التربية التاعي اللي هي التربية الواعية التربية الواعية باختصار هي كما نقوله أسلوب جديد وأسلوب جد نافع في التربية للجيل الحالي وللوقت الحالي هكذا هدفه إنشاء فرد صالح لنفسه مصلح لمجتمع جميل جدا خليني فقط نوجه الكلمة للناس اللي رأيت شاهد فينا تحب تشارك معنا في هذا الموضوع موجود رقم الهاتف أسفل الشاشة مرحبا بكم نرجع لك أستاذة وعلى ذكر التربية الواعية وش الفرق بين هذا المصطلح والتربية العادية ولا التربية السابقة اللي كبرنا عليها حناية ونذكر أيضا المشاهدين أنه يتواصلوا معنا هنا الفرق ما بين التربية التقليدية والتربية الواعية نحن نعلم بأن هذا من أقوال السلف بأن لكل زمان متطلباته وهناك قول لأحد السلف ينسب للزبير وآخر ينسب لعلي يقال رب أولادكم بغير تربيةهم فهم خلقوا لزمان غير زمانكم هنا بتغيير البيئة بتغيير المتطلبات أصبح واجب علينا أو أصبحت حاجة لنا أن نغير طريقتنا في التربية لأن البيئة تغيرت جميل أين يكمن الاختلاف في التربية السابقة على الحاضرة؟ على الواعية خليني أو التربية الواعية؟ هناك عدة اختلافات لكن أهم اختلاف خلانا نتوجهه إلى التربية الواعية هي كثرة التأثيرات نحن في زمان اللي تربينا عليها هو الوقت اللي كنا فيه كان التأثير أو المربي الواحيد هو الوالد أو المعلم الوالدين أو المعلم لكن الآن وشانا نشوفه؟ رانا نشوفه الفيسبوك يربي التيك توك يربي كل حاجة راه تدخل في تربية الأولاد لذلك كان عدة تأثيرات ما كاش تأثير واحد أو اثنان فقط القدوة كذلك تغيرت احنا في زماننا كانت القدوة قدوة تعنا الأولى اللي هي الرسول عليه الصلاة والسلام القدوة ثانية الأب أو الأم الآن رانا نجد بأن القدوة تغيرت كان يعني توجهات عديدة جدا لذلك حنا يلا هنا توجب تغيير التربية جميل نحكو أيضا على الأساليب المبتكرة لمرافقة الأطفال في تكوين شخصيتهم في تواجدهم أيضا في المجتمع وشتهم أبرز ربما الطرق والأساليب المبتكرة في التربية الوعية اللي لازم نقررهم ونوررهم الأطفال من أجل تنشئة صحيحة وخلنا نقول صحية أيضا إن صح التعبير اللي هنا لما نجد كلمة على تنشئة الطفل أعتقد أن الشيء المهمل في وقتنا الحالي هو الأخلاق هكذا حنا يعني لما نعطيك مثال بسيط أعظم رسالة جاءت للبشرية هي رسالة محمدية رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام الرسول اللي لما جاء وشقال ما جئت إلا لأكمل مكارم الأخلاق معناته الله هنا إذا اكتملت الأخلاق كل حاجة تجيب بعد الأخلاق تجينا سهل هكذا لما تكمل الأخلاق الدراسة تجيب سهلة لما تكمل الأخلاق المجتمع وحده راح يتصلح لذلك أول حاجة لازم نركز عليها هي الأخلاق والقيمة جميل خليني استقبل مكالمهم بعد نرشع إلى الواسطة والحديث على باقي النقاط ونقول ألو ألو صباح الأنوار ألو سباح الأنوار شكوين معناه من أي منطقة محمد من ولاية تيارت يلا تحية لك كل ناس تيارت مرحبا بك فضل بسؤال كرانا تسمعوا فيك بانك السؤال تخارج الموضوع شوية معليش معليش يلا استقبلنا المكالمة نسمعوه يلا قلت لك أنا عندي ولدي اليوم إن شاء الله بإذن الله نفوت البيان لا يبارك ربي نشحو إن شاء الله بربي وعندي فاني بنتي عند هالباك فان يوم يفوتوا وزع ما بغيت نستطيل أستابع زع ماك عارف للتخاف أكيد واضح فضكو عارف شوية للتخاف شوية خوف يلا لكي حابة أعرفي كيف اشتعامني مع وليدك ولدي شوية ولدي شوية لكي عارف مايبغيش يحفظ مايبغيش طيب وشنه هو السؤال ديلك مباشرة أنا نسمعوه زع ماكت مطائحة كل يوم به شوية يلا راح تسمعي إرشادات ونصائح السيدة جميلة وهابي لحضر معنا صباحة اليوم وشكرا على هذا المداخل إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله هيا صحيح شكرا يلا أكيد دخل في نفس الموضوع أو الطربية الوعية لأنه اليوم الأباء والأمهات أصبحوا واعون بخليني نقول بمدى أهمية المرافقة ومصاحبات وخليني نقول تسليط الضوء وخليني نقول في مراحل كما هذه ربما تعتبر حريجة بالنسبة للأطفال تحية لكل أهل يحاولوا يوصلوا إلى طريقة تعامل جيدة مع أطفالهم ربما باختصارنا صحيح تقدمهم لها من أجل دائما في إطار الطربية الوعية نتكلموا على البيام هكذا بالنسبة للبيام أول حاجة نتمنى وهم التوفيق لأننا اليوم يعني الامتحان التجريب الأبيض نتمنى ولكم يعني كل التوفيق فهذه المرحلة هي المرحلة يعني قدروا نقوله قبل الإختبارات مباشرة لهنا العامل النفسي مهم جدا 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 أول حاجة قبل ما نتكلموا على الطفل أو قبل ما نتكلموا على التلميذ نتكلموا على الأم هكذا والأم خاصة لماذا قلت الأم مشي الأب لأن مصدر التوتر ومصدر القلق في هذه المرحلة هي الأم لذلك نحن النصيحة لنقدمها مشي للتلميذ إما نقدمها للأمهات خفوا الضغط على روحكم باش مباشرة نحي يخفف الضغط على أولادكم جميل جدا نقطة مهمة أشرت لها ولكن حبيت نعرف هل اليوم نقدره بطريقة سهلة وبسيطة أن نغيروا بعض الأفكار والمفاهيم عند الأولياء والأباء خاصة لتربوك ما نحن بطريقة تقليدية ونخلو لهم أفكار جديدة وأساليب حديثة من أجل تنشئ صحيح الأطفالهم ولا صعيب شوية لا لنا الصعوبة سهولة أو الصعوبة مشي هذا المحور المحور أننا أصبحنا في حاجة لنا نعطي لك مثال فقط مضطرين نعطي لك هنا مثال بسيط فقط لتقريب الفكار لما أنت غيرت الهاتف تاك من هاتف بسيط إلى هاتف حديث لماذا؟ لأنك كنت مضطر بدافع الحاجة المواكبة المواكبة والحاجة كذلك نحن هنا في وقتنا الحالي كنا محتاجين إلى فيديوهات كنا محتاجين إلى منصات التواصل الاجتماعي لذلك غيرت من الهاتف القديم إلى الهاتف الجديد شأنها شأن التربية الوقتنا الحالي بحاجة إلى تغيير وليت حاجة لازمة وكذلك المشكل المطروح بشدة في وقتنا الحالي هو يقول لك أنه وليدي ما وليتش نفهمه لماذا ما وليتش تفهمه؟ لأنه خليت مسافة بينك وبينه ادخل في العصر وتعاوليدك ماشي وليدك ترجعه في العصر بتاعك صح مهم جدا ولكن خليني نقول الولدين لازم هما يتوعاق بالأطفالهم ويحملوش المسؤولين أطفالهم أكيد هنا نقطة مهمة كذلك وهي التربية الوعية عندها ثلاث مراحل لهي أتعلم أطبق أعلم ما معنى ذلك؟ أي حاجة حبيت أعلمها لوليدي لازم أن يكون أنا متعلمتها أولا نتكلمه مثلا مثلا بسيط القيم الصدق هكذا الصدق قبل من علمه لوليدي لازم أن يكون أنا أتعلم الصدق بعد ذلك أطبق الصدق بعد ذلك أعلمه لابني لذلك هنا التربية الوعية قائمة على الوعي والوعي أنني قبل أن أربي أولادي يجب أن أعيد التربية لنفسي مهم جدا خاصة أنه اليوم الولدين كما قلت قبل أنه يرموا المسؤولية على أطفالهم ويقولك المجتمع ما ربهم شو الأولادي مش مربين لما قدرتش نتحكم فيهم جميل جميل يعني هذه من المشاكل اللي كما ذكرنا من قبل لازم نعاصر لازم نعاصر ادخل في العسرة ناتع أوليدك وكذلك من الأساليب لما ذكرت مقبيلة الأساليب الأساليب اسأل أوليدك على الأشياء اللي ما تعرفهاش في عصره لأن الجيل الحالي وشلقاه راه أذكى مننا راه أذكى مننا أنا باش نهبط للمستوى تعوليدي نسأله لما نسأله نجي عنده أوليدك نقول أوليدك كيفاش تمشي هذه كيفاش تدير هذه كيفاش نفتح فيديو كيفاش نفتحها مثلا منصة على مواقع التواصل الاجتماعي هذا كامل هذا ما الأساليب سيديلي تقارب مع أوليدك سيديلي هو التقدير سيحس روحه بالمجتمع ونكون مراقب لأوليدك بطريقة غير مباشرة لأن المراقب المباشر سيجعله هو يتهرب منك لكن لما تصاحبه وديره في مستوى واحد معه وتعطيله هذه الطاقة بأنك انتيرك محتاج له ستطلع له مستوى التقدير لنفسه وكذلك ستولي مراقب عليه بطريقة غير مباشرة شكرا لك يا سيدة جميل لأكيد